بعد عامين من إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو باعتبارها ملاذاً لتنوع بايولوجي وموقع تاريخي أهوار جنوب العراق يهددها الجفاف ليحولها إلى صحراء جرداء بلا أي قيمة أثرية أو أحيائية شبكة ABC الاسترالية أكدت في تقرير لها أن الجفاف في الأهوار وصل إلى مرحلة خطيرة جداً حيث انخفضت مياهها بنسبة 50% في الأشهر الثلاثة الأخيرة هذه النسبة أكدها المركز الإنمائي للطاقة والمياه في العراق حيث ذكر في وقت سابق أن منسوب نهر دجلة سينخفض إلى 50% عن وضعه الحالي شبكة ABC عادت لتضيف أن الجفاف في الأهوار تسبب بارتفاع الحرارة بمعدل خمس درجات مئوية فوق الطبيعي وهو ما أدى إلى زيادة العواصف الترابية وهجرة أنواع الطيور ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والحيوانات مديرية الزراعة في محافظة ذيقار قالت أن الجفاف أدى إلى نفوق 60% من الأسماك في أهوار المحافظة وأكدت الشبكة أن سوء إدارة أزمة الجفاف في الأهوار أجبرت الكثير من السكان المحليين على النزوح من مناطقهم لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان لفتت إلى أن سياسة الحكومية الخاطئة بالتعامل مع دول المنابع وتقصيرها في إنشاء خزانات مياه داخلية وسدود أدى إلى تناقص استحقاقات العراق من مياه نهري دجلة والفراد إلى 75% الأزمة الإنسانية والبيئية الخانقة ستهدد على ما يبدو ما تبقى من مناطق أهوار جنوب العراق التي لم يبقى لأهلها خيار إلا الرحيل